حاجة بس مهمة قبل ما اتكلم عن المباراة القادمة وقبل ما ادخل مع حضراتكم في الاخبار عايز احكي لحضراتكم قصة تعودنا ان احنا كل يوم بنحقي قصة القصص كتيرة اليومين دول فيما يخص التحكيم في مصر ليه؟ لانه الامور جيدة يعني لما تيجي تبص للامر كله او لعدد كبير من المباريات تجد انها افضل ولو بنسبة قليلة من السنة اللي فاتت صح؟ طيب ده عامل مشكلة لنادي معين نادي بعينه الموضوع ده عامل له مشكلة ليه؟ لانه السنتين اللي فاتت كان بيحصل اي حاجة كان ايه اللي بيحصل رفع التليفون يا عصاء يا كابتن عصام مش انا اللي كنت مش انا اللي بقول الكلام ده بالمناسبة هم اللي بيطلعوا يقولوا هذا الكلام فالامور كانت بتبقى ما عرفش كان ايه اللي بيحصل فيها السنة اللي فاتت ولكن زي ما حضراتكم كنتوا شايفين السنتين اللي فاتوا كم الأخطاء اللي ضد النادي الأهلي كم النقاط اللي خسرها النادي الأهلي بسبب التحكيم والاحتواء السنة دي حتى هذه اللحظة كلام اللي انا بقوله ده مش معناه ان انا لن انتقد مرة تانية عشان ابقى واضح ولكن حتى هذه اللحظة مش رأيي ولكن رأيي كثير من الخبراء ان التحكيم افضل قليلا فده عامل ورطة لنادي معين وعمل ورطة كبيرة في اتحاد كرة القدم ليه؟ لان مجلس ادارة اتحاد الكرة القدم المصري في ورطة طب تفاصيل الموضوع ايه؟ هقول لحضراتكم مارك كلاتنبرج كان في كريسمس كان في اجازة اللي هي كانت بعد اجازة كاس العالم تم استدعاؤه في اتحاد كرة القدم الاجتماع انا كنت نوهت عنه في حلقة يوم الحد اللي فات الاجتماع كان مبارح طبعا كان الكلام ان على التحكيم وان فيه حكام مستوياتها مش مناسبة لادارة مباريات الدول الممتاز وان فيه مشاكل في الممتاز به وان لازم يتم تنسيق الادوار مع المساعدين المصريين وبالفعل كل الحكام اللي اتخنقوا معاهم رجعوا تاني بما فيه هم احمد ابو العيلة كابتن احمد ابو العيلة وكابتن تامر دوري وكابتن محمد فاروق مارك كلاتنبرج قال لهم ماشي اللي انتوا عايزينه انا هعمله ولكن بطريقتي وباسلوبي وبالشكل اللي انا ماشي بيه ولكن ايضا مارك كلاتنبرج فاجئ اتحاد كرة القدم بالقاتي قال لهم نصا كده زي ما حقول لحضراتكم ياتحاد كرة ياتحاد كرة القدم المصري قال لهم مارك كلاتنبرج قال الاستاذ جمال والبقية المجموعة هم قاعدين يا جماعة في تجاوزات حصلت في حقي من مسؤولي احد الاندية على قناته والتجاوزات دي طالت سمعتي وتسببت في ازمات عائلية لي انا منتظر انكوا تاخدوا اجراء ضد اللي قال هذا الكلام او ضد اللي قاله هذا الكلام فالكلام ده تقال ايوة فاندم تقال وتم التأكيد لي من مصدر واثنين وثلاث عشان كده انا ما قلتوش مبارح قلت ما تأكد مية في المية اطلع اقول لحضراتكم بالكلام ده بس انا هقول لك المتين كلاتنبرج قول لي يا عم انت طيب ومش هعلق بكتر من كده حاليا انا مش هعلق بكتر من كده ليه لانه اتحاد كرة القناة بقال له لأ محدش يقدر يغلط ومحدش يقدر يعمل ومش عارف ايه قال لهم وراهم الفيديوهات وراهم الفيديوهات قال لهم اهو حد مترجم له طبعا وقايل له ان الفيديو ده فلان الفلاني قال عليك كذا والفيديو ده فلان الفلاني قال عليك كذا هل يستطيع اتحاد كرة القدم المصري ان هو يجيب حق كلتنبرج ده السؤال اللي انا بسأله وحيبان خلال الايام القادمة خدوا بال حضراتكم خدوا بال حضراتكم خدوا بال حضراتكم اللي بيحصل انه هناك هجمة شرسة من ناحية معينة ومن نادي واحد فقط على التحكيم كل الناس بتقولك فيه مطشاط الحكام بتزلبنا ولكن في النهاية التعليقات السلبية اقل من السنة اللي فاتت ولكن هناك تعليقات سلبية من كل الفرق بالمناسبة ولكن الناس عايزة ترجع اللي كان بيحصل زمان نرفع السماعة وزع فيستجيبوا ليه بالمناسبة مارك كلاتنبرغ ترجمة نانسي قنقر